تحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على الألمانية فرصة مرحبا معكم نعتذر كثيرا عن غيابنا في بداية شهر رمضان لأنه كان في عندي نقلة ونحاول نفعل استوديو جديد من شاء نفعل لكم فيديوهات جديدة ونحسن الإخراج بشكل عام ولكن لذلك بآخر أسبوعين ما قدرت كثيرا أنزل أعتذر كثيرا موضوعنا اليوم سيكون رمضان فاتشاتس كونه حل علينا الشهر الكريم ينعد عليكم كل سنة بخير ومباركة طاعتكم رح نشوف اليوم شو الألمان بيعرفوا عن رمضان رح نقرأ مقتبس من أرتكل على الويكيبيديا موقع الموسوعة المعروف ورح نشوف بشكل عام تعريف رمضان باللغة الألمانية ومن خلال ذلك رح نقرأ نص شوي مستوى عالي تقريبا بيتس فاي وكمان بطلع شوي لسي أينز ولكن أغلبوا بيتس فاي بيتس باي ورح نشوف كيف هنن ملخصين فكرة رمضان فكرة الصيام وكمان حاكين شوي عن عيد الفطر ومنذن ما أطول عليكم كثير خلينا نبلش بتعريف رمضان في اللغة الألمانية بيقول دير رمضان هون عندي ثلاثة دير بهاي الجملة أول واحدة هي أداة تعريف ثاني واحدة كمان أداة تعريف ثالثة واحدة أداة نسبة جنيتيف دير مسلمة بالترجمة هون بتصير شهر رمضان أو هوني أل رمضان بيقولوا لهنن بالألماني هو شهر الصيام لدى دير مسلمة لدى المسلمين ونوانتا مونات دس إسلاميشن موند كالندر ونوانتا مونات طب هون ليش ما في دير ليش ما ونوانتا مونات دس إسلاميشن موند كالندر لأنه هون الترجمة هي وتاسع أشهر التقويم الهجري الإسلامي موند كالندر تقويم هجري أو السنة الهجرية فهوني ما ضروري أخط أداة التعريف دير نوانتا مونات خلص بما أنه عرفته من فوق دير رمضان فأقدر أقول ونوانتا مونات وتاسع أشهر التقويم الهجري موند كالندر هوني كمان عندي جنيتيف تحت دس إسلاميشن موند كالندر وطبعا هون إسلاميشن مصرفة كصفة بحط الله اي ان إن ايم wurde ناخ إسلاميشا أوفصو دير كوران هي أبكزندت الترجمة الحرفية هون بيه أنزل القرآن حسب الرواية الإسلامية رواية هي أوفصو إسلاميشا أوفصو الرواية الإسلامية هي أبكزندت هو فعل طبعا مركب مع اثنين بريفكس هي و أب طب ليش هي أب لأنه نحن بنعرف القرآن أنزل من عند الله عز وجل فأنزله من السماء من السماء لأوين لعنة على البشر على الأرض فكل شي بتحرك باتجاهي بالألماني بيستعمل هي وكل شي بتحرك من عندي لمحل تاني بعيد عني بيستعمل هن هي لأنه أنزل علينا أب لأنه أنزل من السماء على الأرض من فوق لتحت هي أب يعني أنزل علينا فالترجمة مرة تانية فيه أنزل القرآن الكريم حسب الرواية الإسلامية بعد هيك في عنا عم بيعرفوا عيد الفطر عم بيعرفوا بأكتر طريقة معقدة أنا شفتها على الإنترنت ولكن بتفيدني أن أقرأها وأحاول أعرف ليش هيك كتبوا وكيف فينا أختصر هذا الحكي هذا التمرين كتير حلو أنا كنت أعمله لما كنت أول عم بتعلم وعم بحاول أقرأ هيك شوية مقالات و الواحد يطور لغته شوية بدك بالمقالات بحط كتير تفاصيل وهون هلأ بشرح لكم تماما ليش هاي الجمل كله معقدة ولكن تمرين حلو أنه أنت تقرأ أرتكال مثل هادي يكون صعب وتحاول تلخصه أو تحطه بجملة أو جملتين لكي يعطي الزبدة يعني يعطي الفكرة المطروحة فهون دس فست دس فست برشن م المتلبار انشلس عن دن فست مناط زبجن دس فلجم مناط خلينا نهدي شوية من ترجم الأول دس فست دس فست برشن دس فست هو العيد دس فست فست هو الصيام فست برشن هو كسر الصيام أو الفطار دس فست دس فست برشن يعني عيد الفطر يعني مباشرة بعد يعني موصول به مباشرة بعد شهر الصيام رمضان موصول مباشرة بشهر الصيام في بداية الشهر القادم أو الشهر التالي دس فلجم مناط شوال يعني عيد الفطر يأتي في أول شهر شوال مباشرة بعد نهاية شهر الصيام رمضان منكمل بعد شوال تحت است ناخ ديم أبفا فست هو بعد عيد الأضحى أبفا أو أبفعن هو أن الشخص يضحي بشي أي شي مو بس الأضحية مثل ما نحن نعرفه فممكن يعني الضحي والنفرد بمسيرتك المهنية والنفرد مقابل شي تاني مقابل العيلة أو ممكن الضحي بعلاقتك مع العيلة مقابل مسيرة المهنية يعني كمان هون بتستعمل نفس الفعل الأضحية ولكن هون قصدنا طبعا الأضحية يعني الدبح دم أبفا فست دير تسفايت هكست إسلامش فيا تاك هدو 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 كلهم عقد ولكن الأصل دس فست من وننزل لتحت عند إست إست ناخد أبفا فست دير تسفايت هكست الإسلامش فيا تاك يعني عيد الفطر هو بعد عيد الأضحى أكبر عيد إسلامي أو أكبر عطلة إسلامية فيا تاك يعني عيد أو احتفال إسلامي فهون هدو تمرين أنك فورا تشوف فوق ما إجانين أي فعل يعني بعد فاست إبريشنز إم قنمتل بارن أنشلوس أندين فاست من مونات سبجين دي فاست مونات ما في ولا فعل هون لسه لا ما إجا الفعل تبع الجملة بعد شوال كمان مو فعل هذا اسم إما تبجي الفعل عند إست تحت فإذا أستطيع أختصر كل هاي التفاصيل اللي حكوه وأقول أنزل لتحت مباشرة على رابع سطر وبدأ عند إست إست نخدم أففا فاست ذات فايت هكست إسلامية فايت هاي هاي الفكرة اللي أطرحها أنه ثاني أكبر عيد إسلامي هذا أهم شيء بكل الجملة ولكن بالنص يحب أيضا يضع تماما قيمة وقته فتقدر تضع قبل الفاعل هنا من شان التوضيح أم كثيرا بارن أشلوس أبن فاست مونات سبجين دس فاق مونات شوال أتمنى تكون واضح وهذا تمرين كثير حلو دائما عندما تشعر الجملة كثير طوالت وصار فيها معلومات كثير وكذا لا تظهر على شيء غير الفاعل والفاعل الفاعل والفاعل يدلك على كل شيء بالجملة و das fast هو الفاعل das fast مونات إضافة له وبعد ذلك الفاعل يأتي تحت عند ist بعد ذلك يعرف الصيام فاست الصيام يجب انتحل من بشتمت تاتيش كايت ديفينيات يعني الصيام يعرف بأنه انتحلتم الامساك عن بعض الأفعال تاتيش كايت هنا بدنا نقول شو هي الأمور اللي بدي أمسك عنا بعض النقطين فأول فاتساعة فون ادشن زبستانس يعني تناول أو الاستمتاع بطيبات الأرض أو بشكل عام يعني كل ما ينمو من الأرض زبستانس يعني مواد بشكل عام ادشن هي مواد أرضية فكل خيرات الأرض هذا هو الأصد هنا و الطعام الوجبات و الشراب أو المشاريع روخ التدخين و النشاط الجنسي هذا هو تعريب الصيام اللي بنعرفه نحنا هو الامساك أو الامتناع عن الطعام والشراب و الى آخر بعد هيك عم بشرحوا فرض الصيام تم فاصن استيادة مسلم في فلشتت كل مسلم مفروض عليه الصيام أو ترجمة أخرى الصيام فرض على كل مسلم فاصلة طبعا نحنا نعرف أن الصيام مفرض على كل مسلم فيه كمان شروط دير هون بتعني الذي دير انفول بزيز زينا جايست كرفت فاصلة فوليغيش و كربيش داتسو امشتند است دير انفول بزيز زينا جايست كرفت يعني ترجمة أصيرة باللغة العربية وهاي حلوط اللغة العربية كلمة واحدة الترجمة عاقل إذن الصيام فرض على كل مسلم عاقل بالغ فوليغيش و قادر عليه جسديا و كربيش داتسو امشتند است قادر على ذلك جسديا داتسو امشتند يعني قدرة على شيء ولما بحط كربيش بتصير قدرة جسدية يعني الجسم بتحمله فوليغيش جاي من انه الشخص كمل سنين الطفولة اي ممكن تقول 18 عالم بيقول 16 في بدول ثانية ممكن يقول 21 المهم فوليغيش نحن منعرف المفهوم بشكل عام عنا انه صار بالغ جنسيا فاذا بيقدر الولد يعني تقريبا بعد عمر 14 متن ما نحن منعرف بلش حاول نعود على الصيام فهي هي ترجمة فرض الصيام حسب تعريف الويكيبيديا وهي كنت وصلنا لنهاية الفيديو بتشكر استماع كتير تقبل الله طاعتكم في رمضان كما كنت كنت ألمانية فرصة أتمنى أن أعجبكم هذا فيديو دعم القناة مشكورين عليه سلفا تكونوا بألف خير